في مؤتمر للدار الإفتاء المصرية صح مؤتمر كبير جدا نعم وفي ضوء هذا المؤتمر وهو المؤتمر العالمي السابع للدار الإفتاء المصرية تم إصدار ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية عظيم يعني أرجونا حالك تطلعنا على التفاصيل عظيم وكيف تنظر دار الإفتاء المصرية إلى هذا التحدي عظيم طيب أولا بسم الله الرحمن الرحيم المؤتمر بالفعل إنعقد أول مبارح وكانت الجلسة الختمية ليه بالأمس على مدار اليومين كانت وفود من 90 دولة وكان حضور متميز وضخم يعني حتى بخلاف المؤتمرات السابقة لدار الإفتاء كان الحضور هذه المرة شديد الضخامة في وفود الدول المشاركة المؤتمر يمثل في نظري رؤية جيدة جدا من المؤسسة الدينية لإدراك إشكاليات العصر وأزمات الواقع من حولنا وما الذي نحتاج أن نتضافر جميعا مع البشرية بأكملها للعمل عليه وإحنا بنتذكر حلف الفضول لما الجناب النبو المعظم بيقول لقد شهدت في دار بن جدعان حلفا لو دعيت بمثله في الإسلام لأجبت وهذا الحلف يدعو إلى نصر المظلوم وإلى الأخذ على يد الظالم وإلى إغاثة الملقوف فإحنا بنبحث كده فيما يشغل بال البشر وفيما يهم الإنسانية وفيما قد يحدث ضرر بليغ بالإنسان فوجدنا إن قضية المناخ وتغير المناخ من القضايا الشاغلة لبال البشرية ولما رجعنا نتأمل الهدي الإله الكريم القرآن العظيم وجدنا إن كم وكم وكم أشار القرآن الكريم إلى السماوات والأرض والسحاب والأنهار والرياح والجبال والأنهار والحدائق بما يجعل هناك ذخر عظيم في عقل المسلم من النظر إلى البيئة بهذه الصورة الشديدة المركزية ويكفي إن رب العالمين في أور القرآن يقول الحمد لله رب العالمين فيجعل هناك ارتباط بين الإنسان وبين العالمين من واقع هذا الأمر إدراك لما جاء به النص الشريف وإدراك لما أفرزه الواقع من أزمات وإدراك لما توجهت إليه مصر من الدعوة للمؤتمر والبشرية العالم بأكمله يعني يتداعى لهذا المؤتمر ويعني يستجيب له إن جاءت هذه الخطوة الجيدة من دار الإفتاء المصرية وبدأت تجمع جهود العلماء والمفتين وخبراء الشريعة من أجل إصدار وثيقة تعد دستور ودليل إرشادي لتوجيه العلماء لكيفية التعامل مع الأسئلة الطارئة في هذا الباب وتوجيه تصرفات الناس بما يجعلها تعظم الحفاظ على البيئة المحيطة بنا فأنا أحيي المؤتمر وأحيي دار الإفتاء المصرية وأحيي فضيلة المفتي والصديق العز دكتور برهيم نجم وشايف إنه دي خطوة مهمة جدا من الأعمال التمهيدية لمؤتمر المناخ وإنه دي تمثل خطوة جيدة على سبيل رصد المؤسسات الدينية لمشكلات الواقع والعمل على إخراج رؤية من معين الشريعة تبين أن هناك جسر موصول لأن إحنا كنا بنقول دايما إنه ما هو الاجتهاد في الحقيقة والتجديد في الحقيقة حسن إدراك الشرع من جهة وحسن إدراك الواقع من جهة وحسن الربط بينهما من جهة أخرى نعم طيب